كشفت بيانات مصر في الإمارات المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت على أساس سنوي بقيمة 92 مليار درهم لتسجل بنهاية الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم وبزيادة نسبتها 15% ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين هو أعلى معدلات النمو منذ عام 2007